لا يحضر بيت السنوية والتبنى ما فيه وسنوية الجاية الله أكبر عودٌ على ذيبد الأساليب ذاتها والفاعل نفسه المكان والزمان هما المتغيران البصرة استفاقت على انفجار دراجة نارية في مكانٍ مقتضٍ بالمدنيين قرب مستشفى الجمهوري وسط البصرة عددٌ من الضحايا سقطوا في هذا الانفجار الذي لم تبدأ التحقيقات فيه بعد حتى وجهت الاتهامات نحو الشماعة المألوفة الإرهاب متمثلاً بداعش شيئاً فشيئاً بدأت تتكشف خيوط الحادث مصادر تحدثت أن العبوة المستخدمة في التفجير إيرانية الصنع من ذلك يبدو جلياً من الذراع التي تتلقى الأوامر والدعم من إيران الاتهام للميليشيات بتفجير البصرة اعتمد على عدة دلائل أبرزها أن الشخص المستهدف هو ضابط استخبارات يحقق في جرائم الاغتيالات التي نفذتها فرق الموت في المحافظة وما عجزت عن ذكره الحكومة قاله صراحةً إسماعيل الوائلي شقيق محافظ البصرة الأسبق الذي اتهمت باغتياله فرق الموت الجهة اللي فجرت هي بذر وخص بالذات هو الفريق التامع لحسن كاظم الراشد أبو أحمد الراشد وأنا مسؤول عن كلامه اللي فجروا استهدفوا فيه عقيب بالاستخبارات أحد الضضباط الشرفاء اللي عملوا على القبض على أحمد عبد الزهرة أمر لواء الرابع بالحشد الشعبي الولائي التابع لبدر وإجالة تهديد قبل فترة من إيران وأيضاً إجالة تهديد ثاني برقم إيراني والجهات في بغداد يعلمون بهذا التهديد في هذه الأثناء كان الحديث يدور عن تحركات للكاظم للوقوف على التحقيقات في الانفجار وبناء على تجارب سابقة فإن تحقيقات كهذه لن تخرج بنتائج كما حدث مع قضايا اغتيال عشرات الناشطين والصحفيين بل حتى استهداف منزل رئيس الوزراء نفسه لم تخرج التحقيقات أنذاك بشيء يذكر تحالف الفتح لم يفوت الفرصة في محاولة توظيف الحادث وتوزيع التهم هنا وهناك فمرة داعش مسؤولة عنه ومرة تتهم واشنطن بتنفيذه كل ذلك يراه العراقيون محاولة يائسة لدفع التهمة التي باتت ثابتة وملتسقة بالأحزاب والميليشيات التي ظهر وجهها الدموي جليا خلال ثورة تشرين وما بعدها